أبو بسأل عندي صبي عمره سنتين محيرنا أنا وإمه أنا لما إحنا بنشتغل إحنا التنين لما أنا بقعد معاه لحالي بيكون ولد مطيع بحافظ على القوانين على التنظيم متعاون وأمور وشاطر لما بقعد مع إمه نفس الإشي لكن التغيير بحدث لما إحنا التنين بنقعد في نهاية الأسبوع لما بنقعد معه هون بتصير عندنا المشكلة وإحنا مش عارفين ليش عم بصير هيك بصير بده يكسر القوانين وبده شي نام على وقت النوم ومنصير إحنا نجرب نقنعه أنه أنت بكرة داك تقوم على الرودة كل هاي الوصف اللي عم بحكيه الأب حالة طبيعية ابنكو طبيعي أنتو عملكو تتعاملوا معه بشكل كتير حلو لما بتكونوا كل واحد منكو لحال هو عارف إنه على عرشه وإنتو مركزين معه بس لما بتقعدوا إنتو التنين تعفوا بتكونوا إنتو تعودوا وضميركم بده يتريح فبتغنج بتدلل بصير كل ما تدلل أكتر إنتو تعطوه صارت عنده عادي كل سلوك بحقق لي رغبي الماما والبابا بيردوا الماما والبابا بكسروا القانون أنا بقدر أزيد الوجبة عليهم وأصير أبكي قبل النوم بديش أنام لأنه بتكون تنظموا لي نومي أنا بصير أبكي بديش أكل لأنه بتكون تنظموا لي أكله وكل الأمور اللي أنت عملك بتكون متدايق منه فيها هاد هو سبب واحد في سبب تاني كمان لما أنتو بتكون كل واحد منكو لحاله التركيز بيكون بس عليه لما بتكونوا أنتو مع بعض أنتو كمان مرض كتير بتلته فهو بده إياكو أنكو توقفوا أنكو تكونوا مع بعض وتكونوا منتبهين لبعض وتمتبهولي فلما أنا بعمل مشكلة أو لما بعطرد أو لما ببكي أو لما بعند أنتو بتركزوا علي ياي عرفت بهذا اليوم اللي أنتو بتقعدوا فيه أنا لما بعمل مشاكل أنتو بتركزوا علي وبتبطلوا مركزين مع بعض هاد صار عادي هاد صار عادي بعيدها كمان مرة سلوك قاعد بحقق لرغبة أنا بكرره صار عادي شو الحال؟ تجاهل أهم إشي بالعادي حتى أن أخليها ترجع تخطفي كمان مرة هي التجاهل هون أنا مش عمالي بغير له شخصيته أنا عمالي برجع له صفاته ومميزات شخصيته أنه بقدر يكون متعاون هو إنسان بيسمع الكلمة أتجاهل بس مش بس أتجاهل لما أنا بتجاهل هون أنا قاعد بتنمر قاعد بكون كتير آسي لا أنا بديش أكون آسي أنا بدي أتجاهل وبنفس الوقت بدي أركز فبحكي مع طير برا بحكي مع كلم بحكي مع صوت المهم أعمل دراما وبالحواس تعشوف يا عصفور وسمي اسمه لو تشوف كيف بركب ألعاب لو تشوف كيف بيغني لو تشوف كيف بيحكي لي قصة لو تشوف كيف بركب برجعالي عالي إيه بتعرفيش يا بيسا بتعرفيش إنه هو بالمطبخ لو تشوفي بضب كل السحون بالجرور والمعالي هون أنت قاعد بتعوده على إنه بسمعش الكلمة وإنت عم تتجاهل إنه عم بكسر وبنفس الوقت قاعد بتعوده بمدح سلوكه المستحب تخترعش سلوك سلوكه المستحب مليان عنده إنت قلتها لما بتكونه مع بعض كل حالكو أهم إشي بالوقت اللي بدك تتجاهل سلوكه غير المستحب وما تركزش عليه ولا توبخ ولا تنق ولا تلوم ولا تعطي تعليمات إنما ابدأ اطلع كل إبداعاتك في إنك أنت تركز على سلوكه المستحب بدراما مع حواس اسمع شم دوء كل الإمكانيات حتة إذا بتقدر تغير المحل كمان يعني اللي فيه قاعد بيكسر كلمتك وبسمعش الكلمة تغير المحل تركه تفتح الباب مع دراما وتحكي كتير بيساعد كمان وبحبوه الأطفال لما أنت بتحكي له قصة كشكش في الروضة ولما تخلص القصة يا كشكش يا كشكش وتفوق في ابنك بصفات ابنك على كشكش كشكش يساعد النمل تفوق بابنك على كشكش كشكش يحب أن يطير كل ما يمكن أنك تمضح بالطفل اللي أنت عم بتعاني من أنه بسمعش الكلمة لما أنتوا تخونوا بعض بعض عن طريق القصة وعن طريق البطل القصة بتفوق علي عند النوم عندي كتير حكات عند النوم بما أنك أنت بتقول أنه أنتكي متل أكتر متل بدايئنا أنه بصير بدي يكسر كل أيام الجمعة بنام على الوقت ما عدا هذا اليوم اليوم اللي بتقعدوا فيه كتير مهم بهذا اليوم اللي بتقعدوا فيه فيه ثلاثة إيقاعات مهمة حتى أنه ينام بارتياح وبسكينة وبدون ما تقعد تقول له عشان بكرة دك تقوم على الروضة وعشان إحنا لازم ننام وعشان إعمل وكل التعليمات إعمل هيك حتى أنه ينبسط بحياته مهم كتير بآخر النهار يكون لعب كتير ألعاب وأنشطة حركية اللي تعب لأنهك هاي وحدة من الأمور اللي ضرورية عند النوم صار جسمه منهك عرقان تعبان وحتى صار نعسان حمام دافي ووجبة خفيفة ثلاثة عناصر مهمة قبل النوم هدول لازم أنت تحضرهن وتوفر له هاي البيئة من غير ولا ناء ولا محاضرة ولا إعمل ولا ما تعملش بس يوكل لازم واحد منكو حتى يحس بأنه هو إله أهميته إله دوره هقعد جمتخته وأناقق قصص اللي تعمله سكيني كشكش يساعد النمل كشكش يفتش على العوش هدية الهدية يفتش عنده مفاجأة مع الهدية عنده الحلاء أهم إشي قصص اللي تعطيه سكيني ارتياح بعد ما صار تعبان وتحمم وأكل وأهم من كل هاد أنت بابا ما تغيرتش حتى لما كنت قاعد مع الماما أنت ماما ما تغيرتيش حتى لو أنت قاعد مع البابا بقيت وتعطوني حب واتمئنان وأنكو بتعرف وتتعاملوا معاي لما بتغير الإيقاع وحتى وإنتوا لحالك وإنتوا مع بعض